للمزيد حول هذه القمة ينضم إلينا من بروكسل مراسل الغد سلامة عطلة سلامة ضعنا في أهم ما ركز عليه القادة الأوروبيون خلال هذه القمة هذه ثالث قمة أوروبية خلال أقل من شهر عبر الفيديو لحشد الطاقات لدعم القطاع الصحي في القارة وتحديدا لصالح شراء المزيد من المعدات وتحديدا أجهزة التنفس الصناعي وكذلك الأدوات المساعدة على الوقاية منها الكمامات إضافة إلى محاصرة التبعات الاقتصادية لانتشار الوباء هناك أيضا ضغوطات من لجنة الزراعة في البرلمان الأوروبي كي يتخذ القادة الأوروبيون قرارا بتسهيل وصول العمال إلى المزارع خصوصا وأن هناك جبال من الخضروات والفواكه مهددة بالتلف هناك حاجة لمئتي ألف عامل في المزارع الفرنسية ثلاثمائة ألف عامل في المزارع الألمانية وأعداد مشابهة في بلدان أوروبية أخرى يحتاجون إلى هذه هؤلاء العمال وبالتالي ناشدت هذه اللجنة القادة بأن تخصص طائرات خاصة وأن تخصص كذلك قطارات لنقل العمال إلى هذه المزارع وننتظر نتائج القمة في ظل عدم وجود أفق وعدم ما يمكننا قوله أن ساعة الذروة في انتشار الوباء لم تصل بعد اليوم في مقاطعة لومبرديا الإيطالية الأكثر تضرورا سجلت 2500 حالة إصابة مؤكدة ليتجاوز عدد المصابين في إيطاليا 75 ألف وتساءل حاكم لومبردي بأننا إذا ما كنا قد وصلنا إلى الذروة أم أن هناك أشياء قد فتتنا لكنه أبدأ قلقا عميقا على صعود أخرى تواجه الأجهزة في كافة القارة تحديات كبيرة اليوم نقابة الشرطة في فرنسا وجهت تحذيرا إلى وزارة الداخلية قالت بأن الشرطة لا يمكن أن تستمر في عملها إذا لم توفر لها الأقنعة الواقية 100 ألف شرطي يواكبون حظر التجوال والإغلاق الصارم في البلاد وتنقصهم الكثير من المعدات الأرقام لا تزال متزايدة وساعة الذروة لم تحدد بعد وساعة الذروة إذا ما عرفت يمكن بعدها أن يحدد الأوروبيون كيف يمكن أن يتراجعوا عن الإجراءات الصارمة أما العودة للحياة الطبيعية فكما قال عالم فيروسات بلجيك اليوم قد يستغرق الأمر إلى عام كامل شكرا جزيلا لك سلام أعطال مراسلنا من بروكسل